كما تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1438 مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ورؤساء الوزرات وأولياء العهود عرب سموه فيها عن صادق تهنه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة مبتهلا إلى الباري جلت قدرتها أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم الشقيقة بالتراد الرفعة والتقدم والخير والبركات فقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقيات تهنئة مع كل من إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية ضمنها سموه خالص تهنيه وتمنيته لهم بهذه المناسبة العطرة دعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة وجميع العربي والمسلمين باليمن والخير والمسرات تبدل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأولياء العهود ضمنها سموه واطيب التهني وصادق التمنيات لهم بالصحة والسعادة دعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات فقد تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنيئة مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنيته لهم بهذه المناسبة المباركة مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة وكافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات